الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد. احباب الغالدين اهلا بكم. اتمنى ربنا يسر لكم اموركم يا رب. ان شاء الله رب العالمين احل نهاردة الامتحان التالت الجزئي. الامتحان ده صفحة حداشر في كتاب اول ان وان. الناس اللي بتحل الوحدات اللي في كتاب المعاصر عايزك ما تقلعش هنكملها كلها. انا بس حبيت ان ان احنا نكتر شوية امتحانات عشان ندخل في امود الامتحان. بحيث ان ده بتحل القواعد او الكلمات اللي في الوحدات تبقى مركز على افكار اللي بتيجي في الامتحان شكل هاي. اول سؤال بقول لي هو اصيب بمرض شديد. فكلمة هنا معناها اصيب. في طفولة مباكرة. كلمة هنا معناها اصيبة يعني عاية ترى في ان دي معناها اصيبة بمرض ومعناها امسكة شيئا في يديه ومعناها لاحقة بالقطار. فلما تقول اي كوت زا ترين انا لحقت القطار. اي كان كاتش زا بول او اي كوت زا بول انا مسكت الكورة. وعاية تفهم ان كلمة دي لها معاني كتير جدا. فلما قولك اي جيت في روم دا شوب يبقى اي باي اي جيت هاي ديجري انا احصل على درجة عالمية عالية. فانعاية تترجم عشان ما تغرقش. لما شفت اللي هما ضحايا الحادث اللي في القطار بتاع سوهاج. يعني حتى ما قلوه بنا يعني احزان انا. عكس ركز عكس كلمة عكسها اي باي يا ترى ما هو دي معناها. جرحنا برضو دي معانيها. معناها سبب بقسنا وحزننا برضا معناها. لكن هو عايز عكسها يبقى اسعدنا. مع كلمة مستعارف ان انا باستخدم كلمة دو وباستخدم كلمة يعني ينفذ وباستخدم كلمة يبقى كلمة كاري او ان دي يو سي تي. يبقى كوندكت سيرفاي كاري او سيرفاي تراتة ينفعه. يبقى بعد كده ده معناها فنوس فنوس الورقي. الاطفال في كل الاي بتاعت القهارة بيعلقوا فنوس رمضان الورقية في البلقنات بتاعتهم اكيد في كل اللي هي هالاحياء دول دي معناها قارات القارات زي افريقيا واسيا وكده يعني دولة برضو. طيب اه رقم خمسة احنا بنوعجب بالناس اللي هما الفلونت اللي هما الناس الطريقين يعني. يو بيستخدموا طرقا مؤدبة في التعبير عن احتياجاتهم ومشاعرهم. تعالا كده لكن كبر نحاس. استايل دي اسلوب او نمط وستيل يعني ماذالة او معناها ممكن نقول ساكن في مكانه لا يتغير. طيب المهم بيستخدموا اسلوبا مؤدبة ليبقى استايل. انا قرأت كتاب كويس اسمه يعني فن التمييز. او فن العدم التمييز اللي هو فن عدم المبالاة او اللي هو اسمه اللامبالاة. كلمة دي يعني استدعي. زي بالضبط كلمة او ممكن نستخدم بس انا مش قادرة افتكر اسم ايه يا ترى اسم المؤلف انت انت قرأت كتاب اسمه فن اللامبالاة بس مش قادرة تفتكر اسم الاوثر مؤلف. طيب كده ما تكونش دايما ايه مع الاطفال اللي تكون دايما صاري من صاري معنى. دونت لت يور او او لا تجعل اي ظروف او لا تجعل اي ظروف تعمل ايه في خطتك خطتك الطموحة. اول واحدة كان سبيني انت راح هو نفسه يعني يسكب وسبل يتهجى يسكب يعني يكب الحاجة عن غير قصد لكن يعني يعني يفسد. وعايز اتميز بين كلمتين كلمة وكلمة بور. بور دي معناها يصب الشاي عامد متعمد بيصب لك شاي لكن دي معناها يسكب حاجة غصبا عنه عملنا كبات شاي حطناها على التربيزة خبطناها بالصدفة اتكبت فكده اسمها لكن انت قدامك اه يناقفه شاي فهقولك صبلي شوية شاي فالاسمها بور. ايه? المدرس لازم يعمل ايه في الطلاب الناجبين عشان يحفزهم? تعال نشوف. دي معناها التعابة. هامر المطرقة اللي هو الشكوش. يعني يمجد او يكرم او يشرف. وبالتالي لابد ان هو يشرفهم يرفع قدرهم علشان يكونوا شطار. نقط. انت ممكن تحقق احلامك لو انت بتفكر بايجابية يبقى مفروض طيب بعد كده. احنا لازم نكون ايه? من ناحية المعلمين اللي بيعدونا للحياة. دي معناها مؤدب مع الاخرين. يعني بتسوي كلمة بالزبط كده تماما تماما. فاحنا المفروض نكون مع المدرسين يبقى بولايت. او طب قمالقي دي معناها محترم لانجازاتهي. دي ما نكون مسلا بتكلم عن حاجة من الاتنين. الناس المهمين او الجامعات والمعاهد المهمة. بنقول معهم دي معناها حسن السمعة. فنقول دي معناها حسن السمعة. فنقول دي وهكذا. طيب اه ما تنساش كمان الحتة بتاعة دي مهمة. اول ما قابلت المستر ادم انا خدت انطباع انه هو رجل صارم. انطباع يعني آآ اللي اعطفها تعبير اللي هو الظلم او التعصف. وما فوت باوز يعني احنا في البداية احنا توقعنا ان الصعبان كان ميتا. لما اقتربنا منه وجدنا ان هو ماذا لحيا او على قيد الحياة يبقى. في اخر خلاص في المقال احنا بنعمل ايه في اللي احنا قلنا كله بنلخص يبقى. يبدأ. كلمة كلمة يبدأ وبداية. يبدأ وبداية. زي كلمة يعني ايه و سي و دي نفس المعاني. آآ خمستاشر بقى انوات. ازا ديب وايد هول. حفرة ما نليها بالمية. اول ما توصل عند كلمة كسل. وحاجة محفورة حوالي من الكسل تعرف ان دي على طول من غير ما تفكر. الخندق اللي اسمه موت. اللي كان رسندل اللي بيسبح فيه دخل على الملك متوقع ان هو مات. بس بس الملك ساعتها كان بيئن. فعرفنا ان هو لسه عايش يئن. يعني بيعمل كده. كده يعني بيتنفس بعمقه وبصعوبة. لما انا شفت سارة ليلة اللي فات بدت. واركز في الجنة العشان دي مهمة. بدت مريضة بدت يعني سيمد. او عتفكر ابدا في مفيش حاجة اسمها بينما انا كنتو. يعني ايه كنتو? يعني خلاص يبقى مفيش ده حضرتك بتستخدمها. لما يكون معاك بس غير كده لأ. تمنتوشر. رحلة دي اسم. يعني انه ما ينفعش اخد اف لاني اف عايزة بعدها جملة. عايزة بعدها جملة برضو. عايزة بعدها جملة اقول فاهم دفل يعني بقى الاجاب هنا يعني اثناء زيارتي اثناء رحلتي بعد ما انا اخبرته اني نادر عامل حادثة يخبر دي حاجة من الاتنين. يعني الاتنين يفعوا او الاتنين الفعو عشان كده جاب لك واحدة. كلمة دي يا شباب بعد اتركزها شوية. لوحدها اكتب لك لوحدها دي كده مضارع تام. طيب كلمة لوحدها دي كده زمانها مضارع مستمر. طب كلمة على بعضيها على بعضها كده زمانها ماضي بسيط. فانت قدامك هنا في الجملة يبقى ده ماضي بسيط. الماضي البسيط مين يا ترى اللي هي كيم رقم ايه? واحد وعشرين بقى بقول لك. احنا لم نشهد اية اعمال ارهابية. بفضل الجهود بتاعت البوليس. ركز معي. كلمة وكلمة هما الاجابة اللي تنفع هنا. وبحقيقة الامر هما اتنين ينفعهم نختارهم هنا. يعني لو شال واحدة من الاتنين نختار الموجودة. بداية يعني. رقم واحد. رقم اتنين عايزك تفهم ان احنا هناخد هنا لان الجملة دي نفي. ولما تكون الجملة نفي يفضل استخدام طيب. فبنت احنا خدمة هنا لاتلي. اه بعد كده رقم اتنين وعشرين نقط از نير لأكيلو. المخ اللازي. المخ اللازي والمخ ده غير عاقل. فهناخد هنا او زت. بس الفصلة بتقول لك ما من نوع تاخد زت. فالاجابة تبقى كتاب يعني ايه انا عامل ما قرأت كتاب دقيق زي كده. على فكرة عايز اعمل لمحة يعني ان انك تذكر كتاب ده كتاب معمول على فكرة بين تلات مؤسسات زي ما اتفقنا. قول اه كتاب وكتاب وكتاب انك تذكر كتاب معين كده والناس يبقى نفسها حلوة في حاجة حلوة محترمة نقدرها ونشكر فيها المؤلفين التلاتة بصراحة. المهم كتاب ده افضل كتاب عمر ما قرأت كتاب حلو زي ده. يبقى في هنا اي نقصة. طب انت عايز تقول اللحمة دي افضل اكل كالتو. فدايما بعد التفضيل بناخد افر قوعة تنسى دي. يومنا دي طالبة ممتازة. كتابتها كتابات مين? الحاجة يومنا. يبقى دي ملكية فهوز. دي بالزبط زي زي بالزبط التلاتة معناها موقف فراغ. انا مش عارف ايه معنا ما لا اعرف وما يفعله. ركز ان تقول لي ما لا اعرف وما يفعل ما يعني ايه? يعني يبقى خلاص. على فكرة كم ممكن اقول لك? عادي كنين فعل اتنين. بص انت قلت لي كم? ازان يا مستر تروح جاري على كلمة تقول شيء لها. سانيا انا قدامي فما ينفعش افكر في خالص. بقى معي ايزر ونيزر. استنى عامل مستر. مش انت قدامك نفي. يبقى ما ينفعش نفكر في نيزر ناخد ايزر. كلام خلصان يا جدعان. قول ما تجيش مع على اتنين. ما تجيش مع اوف. ما تجيش مع النفي. يبقى الاجابة ايزر من غير كلام. طبعا انا عايز اخد نيزر. انت يبقى تقولي الاجابة الناحية التانية هنقول شيء. هما لاتنين نفس المعنى. واركز عشان ممكن يقول لك. نقط. وتروح انت قيل بقى شيء. سبعة وعشرين. كل الطلبة نجوع في الامتحان. طالب. انت ينزل جاري على كلمة ليه? لان هاف دي لازم بعدها يكون الاسم جمع. طب ايزر. اه ينفع ناخد ايزر. طب نو. ينفع عبرده نقوله ستودان. طب نيزر. ينفع عبرده نقول نيزر. تادة صح. من حيز القاعدة. طب المعنى. كل الطلاب نجح وده معناها ان كل طالب نجح يبقى ايزر. عادة تفهم ان ايزر ستودانت بتساوي استنى كده. نيزر يعني هما كان واحد يعني هما تنين. اللي عرفك. ما اصلا انا عارف ان نيزر تيجي مع اتنين. ونون تيجي مع تلاتة. وانت طالع. تلاتة ربعة خمس ستة. فلما تقول لها استنى ما انت قلت لي نيزر يعني اتنين. والاتنين ما ينفعش معهم اول. حلو. بس ينفع وينفع وينفع حلو يا مستر. بس دي انا هستبعدها. ليه? لان لازم يكون بعدها اسم. اقول لك كزا. فانت هنا هتستبعد. يبقى انت خدت حالتين بتستبعد فيهم وانت مغمض. الاولى هنا هي. اه الاولى فين? الاولى كانت هنا. اه اه ما يجيش بعدها اطلاقا. الحال احتمال التاني ان كلمة يا شباب لازم يجي بعدها اسم. خلاص كده? حلو الكلام. لكن تيجي باسمه من غير اسمها عادي جميلة ونفسها حلوة. انا في الجملة دي بقى قلت لك انا بكره انا ما بكرهش حد من اخواتي. كلمة معناها ان هم اتنين. حلو? تمام. ده معناها ان انا بحبهم كلاهما يبقى بوث. طب اديني مثال اضربني مثال عن دي كده حاضرة باشة. انك لما تقول مسلا في جملة اي هيت انا انا بكرهش حد من اصحابي. انا عندي اكتر من اتنين. دي معناها ان هم اكتر من اتنين. القطعة الجميلة اللي طيفة الزريفة اللي زي الفل. اول حاجة كده بيقول لك. كده بتعتقد انك يكون عندك مرتب كبير في السنة. افضل طريق انك تبقى غني. او انك تاخد في يوم الايام تبقى على المعاش وانت مرتاح نفسيا. برغم ان ملايين الناس اللي مرتبتهم عالية جدا. كلمة دي معناها ان هم غرقانين لشيشتهم في الديون. هاو كان ديس بي. ازاي يعني. well here are view point is that explain this. and which can also help you get or say on the right track financially. بقولك ان فيك كسير من النقاط اللي انت لازم تبقى عارفها عشان تخليك دايما ماشي على الطريق الصحيح ماليا. اول واحدة يا فندم. it is not what you make. مش مش اللي بيحدد ان انت بعد كده هتطلع على المعاش وانت مرتاح ويكون معاك فلوس ولا مش اللي انت بتشتغل ومش شغلتك. يعني مش الشغلات اللي انت شغال فيها. it's what you spend. الموضوع كله فيما يتعلق بانفاقك. ممكن بتاخد الف جنيه. بتوفر خمسمية فانت كده تطلع بازال فل. بتاخد مليون ما بتوفرش حاجة فانت كده بتهزر. it's great to earn lots of money. عظيم انك تكسب فلوس كتيرة. but if you spend it. لكن لو انت بتنفيقها اللي هي مين النقود. يبقى اكد ايجابة سؤال حلناها. اه على فكرة برضو اكد دايما دايما لازم تبقى قرارت الاسئلة. انا شخصيا قرارت الاسئلة قبل محل. little pleasure then you might end up with nothing. انت ممكن يبقى معاك فلوس وتمتعك طول حياتك. بس تطلع بقى قبل معاش كده تعيط. assembly weekly that budget. انك لو عملت ميزانية اسبوعية. four meals للوجبات. entertainment والتسلية والاستمتاع يعني. والانشطة الاخرى والانفاقات الاخرى. انك لما تعمل ميزانية هاصر في الشهر ده كزا. وهوفر كزا فده هيوفرك هيوفر لك فلوس بدل ما تضيع. consider the cost of items such as and cars rather than and spending on بقول لك فكر في الانفاق اللي انت بتنفقه في الاجهازات وفي العربيات بدل ما تصرف فلوسك دي معناها باندفاع. بتهور من غير تفكير في الهبل. الحاجة التانية اللي لازم تعملها عشان توفر الفلوس بعد ما تطلع. وفر مبلغ من النقود ولو كان قليلا كل شهر. بما انك انت لازم يكون عندك محددات للانفاق يعني حدود لانفاقك. لازم يكون في مبلغ معين هاصرفه والبقى ووفره. لازم تحط مع نفسك كده نسبة معينة من الفلوس من الدخل بتاعك للمدخرات. او انك انت لسا مستمرها للمخاطر اللي ممكن تقابلك في يوم الايام في في سوق العمل. بص لازم توقف بتاعتك. الفيزا بتاعتك بلازم تكسرها. لو انت عندك اه فيزا مليانة فلوس يعني. ذات لانه متطمن الفيزا في جيب وهيدفع عندك فلوس وعندك حاجات كتيرة واجهزة وملابس ما بتستخدمهاش وانت نزل يا معلم سيب الفيزا في البيت او قل لك الغيم كلهم وقف حساباتك وخل الفلوس كده بس تشغيلها في البنك. لو انت حاس انضاء مهم يعني انك انت تسيب الفيزا ومش ادعى عن نفسك. سيب الفيزا في جيبك اللي فيها اقل مبلغ. عشان خاطر يعني الظروف الطريعة وانت ماشي احتاجت حاجة فجأة فلازم يكون معك فلوس. خب بالك الموبايل بتاعك عظيم وجميل مش لازم تغير موبايلك لان ده مش من الطوارئ اللي احنا مفهود ننفق فيها. دي معناها مستدام يعني دائم يعني كل شوية يا زديد. ومدخراتك او عادات الاضخار. في هنا كلمة. المفهود يعني مش عايق قدامك انت مرتبك كم? كده كده هتاعف توفر. طيب بقولك وفقا للقطع اللي قدامك والمقال اللي قدامك ده. اه. المفهود الناس ما تعملش ايه? اول واحدة. ما توفرش. المفهود الناس ما توفرش فلوس كل شهر لأ لازم توفر. يستخدموا الكريد كارد بتاعتهم بشكل مستمر. اه المفهود مش يستخدموا الكريد كارد بشكل مستمر. وفقا للمعلومات اللي في الريبورت. ايه من دول اللي احنا اللي المؤلف بيقترح ان انت تعملها في استثماراتك المالية. يعني اول واحدة انك تصرف بغباء. تصرف مبالغ كبيرة. ولا تعمل حسابك عشان تتجنب المخاطر. ولا بلوشب ببلوشب الهي الاسهم. طبعا انت تعمل تتجنب الانفاق الآآ بغباوة يعني عشان كده تتجنب في يوم الايام المخاطر. المؤلف بتاعته ده بيقترح استخدام كريد كارد عشان ايه? بقالك انت لازم الفيزا بتاعتك تعمل حاجة من دول. اول واحدة تسيبها في البيت رقم اتنين. توقف حساباتك ولو استخدمتها تستخدمها بس في حال الطوارئ. بقى امرجنسيز. لو انت صرفت فلوس كتيرة هتكون في يوم الايام حزين طبعا مش سعيد. حريص لا مهمل. يعني مدينة. لو انت صرفت فلوس كتيرة فهتكون يعني فيه انك تشتري طعام كثير ما قالكش طعام تحديدا. انك تعمل حاجة من غير تفكير. هي دي بتهور يعني. شفت حاجة قدامك توح شريحة وش كده مش لازم ليه? من زي ما تذكر في التقرير. من غير ما نذكر في التقرير. ده الأشياء اللي بنستخدم عشان ايه? نلعب ألعاب? ولا ندفع تمن الأشياء? ندفع تمن الأشياء. لو انت صرفت فلوسك لو انت صرفت فلوسك بحكمة. هتتجنب اهدار نقودك. اه فعلا. ولا هتتقاعد ولا هتبقى في مدين ولا ربما تنتهي حياتك من غير حاجة. زي ما استخدم في برغرافة التاني. احنا قلنا ات بتشير لي مين? قالك ان انت الفلوس بتاعتك هتنفيقها اللي هي الفلوس يعني يبقى ماني. اه وخب لك ماني دي المقصوب بها السلري بس هو قالك في الجملة ماني. تا ما تيجي كده لان انا شاهد في سلر يا مستر تعال ما اجيبها لك افان. وقول لك ايه. حاجة عظيمة انك يكون معاك فلوس كتيرة. لكن لو انت انفقتها اللي هي الفلوس. احنا بنحل وفقا للقطعة مش وفقا للدمغنات. ايه من دول افضل عنوان ممكن يكون للقطعة? هاو تو بي مليونير ازا يتبقى النقود قليلة. انك تفضل عايش على معدل مزبوط ماليا. اه هي دي. ايه افضل كلمة بتساوي كلمة دي معنها مستدام. يعني ايه مستدام? يعني حاجة مستمرة طول الحياة وبتزيد. قل ما تحدث. من متوقع ان تنتهي قريبا. لايك لتسطوب صدنلي. اه ربما تقف فجأة ولا قادرة انها تستمر لفترة طويلة. الترجمة بعد كده. قامت وضعات الصحة مؤخرا بالعزيز الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا مستجد. الاجابة طبعا زي ما اتفقنا مننا لكل مرة الاجابة رقم بي. طبعا طبعا الصحة مفرد فقلنا يعني قوة الاجراءات الوقائية ضد كورونا. طب الاولين يا غلط تعال نشوف كده اقول لك. عملها كده ماضي تام. احنا قلنا لما يكون في جملة كلمة قامة فده ماضي بسيط او مضارع تام. طب هنا بقى. طبعا ده غلط في هافو هازو تصيف التارت فدي كده بغزت. يعني قوي. احنا قوله يقوي يقوي يعزز اسمه وكممكن استخدم كلمة يعني عززت. الجملة لك مربعين. بيقولك الشهرة ليست مقياسا لنجاح. فثمت الكثير من المشاهير في كافة المجالات بلا قيمة. تعال نشوف. الاجابة طبعا رقم ايه? يعني بلا قيمة. الرقم بيه ليه غلط? قال لك هي معيار من معايير النجاح. دي حاجة. الحاجة التانية باخر الجملة قال لك ايه? يعني ذات قيمة. وقال لك ايه? بلا قيمة في الجملة. طيب الشهرة مش معيار النجاح. زير ارميني فيم. فيم دي مانا شهرة. ولكن الكثير من المشاهير اللي مفروض نقول لها مش فيم بيبل. آآ اه طبعا المفروض تبقى اول المفروض عشان تبقى معناها الكل الكل يعني. لكن عموما ما تأثرش على فعام ما كانت في الجملة المفروض فيم تبقى فيمس. طيب رقم آآ اربعة رقم دي. فيم از نوت ميجرد آآ از نوت اميجر اوف سكسس زير ار مني فيمس بيبل ان اول فيلس باي شوف قال لك ايه باي فاليوليس المفروض تقول زي ما قلنا في الجبهة الصحيحة آآ ان اول فيلدس اوف نو باليو بلا بلا قيمة. بعد كده واحدة واربعين بقول لك آآ وي مست بي كاركترايزة طبعا بي كاركترايزة دي معناها يتصف او تتسم بي او تحل بي الصبر وآآ الصمود يعني صامد في واجهة مشاكل من الاقتصاد الحالي. الاجابة الصحيحة هنا رقم ايه? تبقيني غلط ليه? اول واحدة كده بس الاجابة بقول لك يجب ان نتحل بالصبر. يجب ان نحل الصبر بالصمود لا دي غلط. الاجابة كده دي مش صح. المفروض يجب ان نتحل بالصبر والصمود في واجهة مشاكل نتصادية هي دي اللي صح. ليه رقم بي. طيب ليه بقى هنا يا غلاط. تعال نمسك كده الجملة من الاول عشان نحلل هذه الاجابة هنا احنا قلنا رقم بي. دي اللي صح. بقول لك يجب ان نتحل بالصبر. قال لك بص يجب ان نتحل بالصبر والصمود. هنا نحل الصبر بالصمود وانطلع احنا برا الموضوع يعني ولا ايه? طبعا دي غلط. يجب ان نميز ونفرق الصبر مالكش نميز. كاركترايزد يعني نتحل بي. ولي برضو نميز. فهيا كده كده لنتigentه الغلط. بعد كده بقول لك ايه. بقول له وسائل نقل حديثة جعلت من السهل. من الممكن يعني ان استمتع بالصفر. بقول لك وسائل نقل حديثة جعلت من الممكن ان استمتع بالصفر الولاي صح. تب التاني وسائل نقل حديثة جعلت ذلك ممكن هو إيه اللي ذلك ممكن ما قال ليش ذلك هو مين فده غلط معاني طبعا معاني كده من أولها مينز هنا معناها وسائل مش معاني وسائل النقل حليزها جعلت من المستبعد لا من الممكن يبقى كده احنا خدنا نقام قيل صح الجميل اللطيف انا هدوع انا ساهتم بكلب جيرانا هزا الاسبوع هما يسافروا خارج البلاد في اجازة وما ينفعش ياخدوا الكلب معهم سيطعمه وبالك الكلب بقولنا عليهم وده صح واخذه فسعه شوية كل يوم وانا بصراحة متحمس وبقول امتى يغوروا بقى عشان اخد الكلب بقول لك بقى الفكرة الرئيسية في الموضوع ده التواصل مع جيرانك لأ هو قال لك ان انا هستنتعوه بس قال لك الفكرة الرئيسية ان جيراننا مشيين وانا هتمي بالكلب المدير والمدرس والناس دول ايه اللقب بتاعهم؟ المدير بتاعك اسمه مستر علي فانت بتقول له مستر علي طب لو المس امل فنقول ميس امل او ميسس ميس وميس وميسس دول القاب مستر وميس وميس مستر وميس وميس وميسس كلهم القاب يبقى المفهود اللي هي جابة رقم ايه؟ طب ليه مش مش تيتشر؟ ينفع تقول للمدير بتاعك تقول له المدرس عمر ولا المدير عمر انت داخل تقول تسلم عليه تقول له مستر عمر طيب يبقى الاولى قبل ما تبعت الايميل محتاج تعرف ايه من اصدقائك؟ كلمة بتاعتهم؟ لانت كده بتتسلط زر كلاس روم فاصلهم؟ ولا زي امير ادرس؟ انا عايز اعرف ايميلهم عشان لما جابعت اكتبتو فلاني لفلاني كلمة هنا من غير ما نفكر الناس دي اسمها ظرف يبقى وعاديك تعرف ان الجملة دي من نحيز القواعد في حاجة اسمها يعني بيسمها قلب او اقلاب يعني ايه؟ المفهود انت بتقول بدل ما تقول فانت عملتها قلبت الجملة ايه البنكتوشن المناسب هنا؟ هي فضلت تذاكر فترة طويلة عشان الامتحان هي شعرت بالارتياح وان هي جاهزة يعني بالتالي انت محتاج تكتب هنا كلمة سو وتجيب قبلها كومة بمعنى ان هي ذاكرت كتير عشان الامتحان لذلك تشعر بالارتياح والجاهزية هل يطرف الجملة هنا في الاختيارات فيه فصلة وسو؟ لا لما فيش خلاص يبقى انشلهم ويعمل مكانهم سيمي كولون اللي هي رقم اين اللي صح اختار الجملة من في دول اللي فيها البرود والكومة صح اول جملة فيها بفور والاول فانا عامل حسابي كده انا بنص الجملة في كومة واخر جملة نقطة نقطة يبقى دي غلط محتاجين هنا كومة ادي كومة واخر الجملة جاب لنقطة يبقى دي اللي صح يبقى رقم بي هي اللي صح في الجملة دي طبعا بي يعني دي ايه دي بازت نقطة برضو لقى غلط والكومة في الاخر احنا مفتوط نبدلهم مكان بعض بص بقى ركز معاك با مفيش حاجة محددة البرغراف كم جملة لأ مش عارفين كم جملة مفتوحة وفقا لحجم البرغراف واللي انت عايز تكتبه طب الاساي كم برغراف برضو مفتوحة زي ما انت عايز ركز الاساي بتقوم من برغرافات لكن البرغراف بتقوم من جمل طب الجملة من كلمات طيب فبقى بيقولك 49 بيقولك كام المفروض كان طول البرغراف يكون قالك بقى مفيش محددات وفقا لأهمية المقال انت بتكتب اخر حاجة بقى لما تيجي تكتب بارغراف او اساي لما تيجي تكتب بتبدأ بمين طب بتنهي بمين او الموضوع سهل وبسيط الامتحان بسيط جدا ابسط ما يكون خلصنا كده الحمد لله الامتحان الثالث ادخل الامتحان اللي بعده بثقة كده ويقين في الله رب العالمين السلام عليكم وعط الله وبركاته